السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان في مصر والوطن العربي أهلا وسهلا بيكم وارجعنا لكم وحشتونا بعد غياب وكنا سبناكم الأسبوع الماضي في ضيافة العالم الجليل فضيلة الدكتور ياسر نصيف ردوان عدو هيئة كبار العلماء يكون موجود معاكم وكنا أنا والدكتور يعني كنا الحمد لله شوية كده والحمد لله أرجع لكم تاني برنامج قرآنا يمشي والحلقة الثالثة عشر في ضيافة العالم الجليل الدكتور مجد الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلم القرآن وصلنا بمكة المقرمة عشان نرجع معاكم تاني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وننور معاكم التفكير وننور السلوك وننور المعاملات من هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا تكلمنا كان الدكتور صاحبكم في الحلقة الماضية الدكتور ياسر في طرق لكم السؤال كان السؤال متى يستحسن الخالق وكلامنا وده اللي حنبدأ به مع فضيلة الدكتور مجدي الشريف أهلا وسهلا بحضرتك الله يرد عليك الحمد لله على السلامة دعينا لك بالشفاة أسأل الله العظيم أنه يشفيك ويعفيك وكل السامعين آمين وحشتنا وابنقول لحضرتك يا دكتور مجدي متى يستحسن الخالق وكلامنا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال الجميل كان مع القصة الجميلة اللي سمعناها في الحلقة السابقة أن لما ملك من ملوك الدنيا استحسن كلام أحد الناس فأعطاه يعني أموال كثيرة جدا فهكذا يعني يفعل الملك لمن استحسن كلامه طيب كيف عندما يستحسن الخالق وكلامنا كم يعطينا خيرات لنقطع عليها في أمر الدين والدنيا طيب متى متى يستحسن الخالق وكلامنا الإجابة سهلة جدا أعوذ بالمشارج بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الله عندما نوجه الناس إلى الله لأنه حق العباد أن نوجههم إلى الله سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى يستحسن كلامنا فيعطينا خيرات الدنيا والآخرة يعني يا دكتور ربنا حط المعرار بتاع حسن الكلام الله وأفضل الكلام وأحسن الكلام نعم ومعجزة من المعجزات الجميلة الرائعة للحب أن نعمل نعمل إسقاط عليها النهاردة وهي برازخ البحر المالح نعم فضل الدكتور في المرة السابقة كان حديث فضل الشيخ أشرف عن البحر العميق إزاي الناس لما وصلوا البروفيسور هيل وصلوا إلى موضوع البحر العميق ثم وجدوا هذا في آية في كتاب الله فكان ذلك سببا في هدايتهم وإسلامهم لله رب العميق النهاردة بنكمل برازخ البحر المالح برازخ البحر المالح السادة العلماء البحار يعلمون جيدا في طول تاريخ علوم البحار أن هناك برازخ بين البحار العذبة وبين البحار المالح مزبوط هناك برازخ بين البحار العذبة والبحار المالح زي ما ربنا أخبرنا في سورة الفرقان بعد أعود بلخ نجيم باسم الله الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج واجعل بينهما برزخا وحجرا محجور لكن علماء البحار اكتشفوا شيء جديد خالص شيء جديد إن صحيح ما بين البحار العذبة والبحار الملحة توجد برازخ وكذلك ما بين البحار الملحة والبحار الملحة برضو توجد برازخ الله وهذا هو الذي كان مفاجأة للبروفيسور جاك كوستو اللي هناخد قدسته بإذن الله في نهاية الحلقة إزاي إن علماء البحار بعد ما اكتشفوا إن ما بين البحار الملحة وما بين البحار الملحة أيضا توجد برازخ فوجدنا ذلك في سورة الرحمن يعني هناك بين البحر والبحر فارق نعم يفصل هذا البحر عن هذا البحر طيب وهل البحر ده يختلف عن البحر ده تمام إذا واجب وجود الفصل تمام البحرين بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم النهاردة لما بنشوف هذا البحر وهذا البحر يختلف كل بحر عن الآخر في درجة الحرارة في نسبة الملوحة في كثافة المياه حتى في أنواع الكائنات البحرية الموجودة يالله يعني البحر مثلا بحرين في نفس المحيط الأطلنطي مثلا المحيط الأطلنطي مش تلع بحر واحد اللي علي البحر المالح لا ده أكتر من عشرين بحر ما بين البحر والبحر هذا مثلا درجة حرارة مثلا اتنين وعشرين واللي جنبه درجة حرارة ثمانية وعشرين طيب كيف هذا لوجود هذه المياه البرازخ لا تسمح بمرور مياه أحد البحرين إلى الآخر حتى تتخلى عن خواصها وتكتسب خواص البحر الذي تذب إليه لأن كل بحر من هذه البحار بيئة لأنواع معينة من كائنات البحرية تعيش مرتاحة تعيش ببيئة ملائمة لها الله 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 فبأي ألاء ربكم هتكتبون الموضوع كبير نعم ويحتاج شرحه وأكيد حرارك هتقول لنا على إزاي هذا العالم العالم الجليل جاكوستو إن شاء الله يدخل على الواتسون يبعاته الكتاب بالتفصيل دعوة من كل حبائنا اللي بيشاهدونا اللي هيتابعنا إن شاء الله ويتابع الأرقام اللي موجودة على الشاشة على الواتساب إن شاء الله يكون عنده نسخة من كتاب الدين الحق وفيها قصة برازق البحار المالحة بالتفصيل يشوف ويستمتع ويعرف نعمة ربنا علينا إن شاء الله دكتورنا وإحنا نتكلم على المحور الأول النهاردة هو محور تنوير التفكير الله وإزاي تستقيم الدنيا بنية الآخرة كيف تستقيم الدنيا بنية الآخرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تستقيم دنيانا بنية الآخرة بمعنى إيه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرسله ربنا سبحانه وتعالى حتى يعلمنا كيف نستفيد من حياتنا نعم فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا شيء جميل قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة نيته يعني إيه نيته؟ يعني مقصوده هدفه هدف إننا آآب الربنا بقلب سليم هدف آآب الربنا هو الراد علي هدف آآب الربنا وليس لأحد من خلقه علي شيء كيف أقابل الله سبحانه وتعالى؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من كانت الآخرة نيته يعني مقصوده وهدفه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة يا الله إحلوث الدنيا بنية الآخرة الله نعم نعم جميلة دكتور والله نعم طيب يعني تستقيم الدنيا بنية الآخرة نعم وإن كان هم الآخرة تأتين الدنيا تأتين الدنيا وهي راغمة طب ما انفعش أفكر برضو في الدنيا شوية دكتور العكس من ذلك من كانت الدنيا نيته نعم يعني مقصوده الدرهم والدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدنار تعيس عبد الخبر لماذا مقصوده الدنيا هدفه الدنيا ليست وسيلته ولكن هدفه مقصوده الأسنى ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه لو أتته كل الدنيا هو يشعر بالفقر طيب ما أنا عندي يا دكتور ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له مش أنا عندي برضو مقولة بتقول وعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا جميل جدا العمل غير المقصود نعم أنا مقصودي الآخرة نعم مقصودي الآخرة وكل شيء في الدنيا قل أو كثر أستعمله في إرضاء الخالق الله قل أو كثر فأنا راضي مع القلة وراضي مع الكثرة ولكن ناس الله العفية في الدنيا والآخرة الذي عنده طرجته مقصود معين لن يرضى إلا بهذا الشيء حتى لو تحطم كل زجاج أمامه معات الله خلاص حط الآخرة أمامه الذي وضع الآخرة أمامه استقام الدنيا استقام الدنيا نعم طيب نروح على تنوير السلوك يا دكتور وموضوع الحقيقة ولا أخطر وهو كيف نكتهد في نشر الدين نعم ونحط قدامنا الآية الكريمة الجميلة والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا الله إزاي نكتهد في نشر الدين يا دكتور نعم من كانت الآخرة طنيته لا يمكن أن يضيع الدنيا لابد أن يستفيد من الدنيا كيف نستفيد من الدنيا كل شيء هالك إلا وجهه الله كل شيء في الدنيا يفلت منه لا بيش حد ما نستفيد منه كل شيء في الدنيا يفلى إلا ما أريد به وجه الله كل شيء هالك إلا وجهه يعني كل شيء يفنى إلا ما أريد به وجه الله فلذلك كيف يستفيد المؤمن من هذه الدنيا يبتغي فيها الآخرة ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا لا تضيع الدنيا منك بدون أن تبتغي فيها الآخرة من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى إحنا بالكلمة في تنوير التفكير يعني هي دعوة أن نغير من أفكارنا ونتبنى هذه الأفكار نعم اللي فيها الصلاح اللي فيها الفوز اللي فيها النعمة من ربنا سبحانه والذي ينتج عنها تنوير السلوك وتنوير المعاملة وإحنا بننور تفكيرنا وبنقولنا يعني أنه نخلي الآخرة أهمنا وليست الدنيا يجي لي النهار ده فيه تنوير فيه تنوير السلوك أنه اكتهت في نشر دي نعم لأنه ده حيساعدني في أنه تستقيم مع الدنيا تمام وإنه يبقى أهم الآخرة نعم ساعدت في الدنيا وساعدت في الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا هذا قرار من الله قرار من الله قرار من الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا الله تشتهد في توجيه الناس إلى الله الله أكبر يعني هو مئة في المئة الله يفتح لك سبر الخيرات يعني السبيل هداية من ربنا مش شطرة مني نعم هداية من ربنا نعم مجرد أننا أقوم بالتوجيه الناس إلى الله أما الذي يتوجه أو الذي لا يتوجه هذا ليس تكليف المجاهدة هنا أنواع دكتور نعم يعني الذين جاهدوا فينا نعم منها المجاهدة مجاهدة مع النفس نعم في إقبالها على الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يعني كلما غفلت النفس أرجع بها إلى الله كلما غفلت أرجع بها إلى الله وهكذا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وكذلك المجاهدة مع الآخرين مع أبنائي مع جيراني مع زملائي ها إزاي إن ربنا تبركت عليك ربني اشتهد في نشر هذا الدين الذي قال الله تبارك وتعالى لنا فيه إن عليك إلا البلاغ نعم وما علينا إلا البلاغ المبين اجتهد في نشر هذا الدين في كل الدنيا لماذا أنت تجتهد في نشر الرحمة في كل الدنيا طيب أنا برضو هنا وصلت بقى لنقطة مهمة جدا ولازم حركة تشرعلي فيها يعني إزاي أوصل الكلام ده طب هل في مواصفات في اللي بيوصل الكلام في اللي بيدعو إلى الله هل في مواصفات لللي أدعو أدعو مين إلى الله هل خلينا روح بقى لتنوير المعاملات من حق كل إنسان أن ينال دعوته إلى الله من الآية الكريمة في سورة سبق ما سألتكم من أجر فهو لكم نعم إيه مواصفات الداعي وإيه مواصفات المدعو إليه نقطة مهمة جدا 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 من هو الداعي ومن هو المدعو الداعي إلى الله تتعجب وأرجو أن كل من يستمع لهذا الكلام يعي جيدا ويتفحص جيدا ويركز جيدا من هو الداعي كل من آمن بالله تتعجب كل من آمن بالله لكن ليس كل من آمن بالله هو معلم هو مفتي لا لكن هو داعي إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على يقين من ذلك أنا ومن اتبعني قال ابن كثير رحمه الله هو وكل من اتبعه يستحيل على ابن كثير رحمه الله أن يقول كلمة كل إلا بعلم ونور من الله لأن كلمة كل لا يستطيع أن يقول كلمة كل أو كلمة جميع إلا من قام بالاستخراء التام ولا يمكن لإنسان أن يقوم بالاستخراء التام إلا بوحي من الله وخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله هو وكل من اتبعه يعني كل من آمن بالله كما قال جلال السيوطي رحمه الله أيضا تفسير الجلالين هو ومن آمن به يعني كل من آمن بالله هو يدعو إلى الله يدعو إلى الله وليس كل من آمن بالله يعلم دين الله أو يفتي في دين الله يعني درجة بسيطة جدا من نعم أسلوب الدعوة يدعو بسلوكه يدعو بهدوئه ولكن لا يفتي الناس ولا يعلم الناس أمور الدين ببرهان شرعي وعقلي وعقلي لا مستوى تاني من الدعاء يعني بمجرد قال يا قوم اتبع المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين أما أن أعلم لا أعلم إلا ما تعلمته أما أن أفتي أسند الفتوى إلى السادة العلماء أما دعوة الناس إلى خيره كل من آمن بالله هو يقول للناس يا ناس نسمع كلام ربنا نسمع كلام ربنا يا ناس ربنا نعم كتير يا ناس نسمع كلام ربنا بس وما دخلاني تاني رجعت لأول حاجة دكتور طيب من من ندعو كل العباد من حقهم وصول الدعوة إليهم نعم أنا آسف في هذه الحديث في البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أحدا نعم كبيرا أو صغيرا غنيا أو فقيرا حرا أو عبدا في حضر أو سفر إلا ودعاه إلى الله واجب من حق كل العباد أن تصل إليهم الدعوة أما من يستجيب أو لا يستجيب هذا ليس بس حضرتك حولت الموضوع وخليته ياخد شكل جميل أولا دكتور وانت بتقول أنه دا حقهم علينا طبعا يعني أنا وأنا بعمل الموضوع دا أنا أبدل كل واحد حقه ممكن يسألني في الحق دا طبعا ويخصمني يوم القيامة لو أنا ما ما كنتش خدت بإيغة لو ما وصلت له هذا الخير يعني أي حد يعني يستحق أو لا يستحق من وجهة نظري نعم كل إنسان على كوكب الأرض من حقه أن تصل الدعوة إليه نعم ما علينا إلا البلاغ مبين نوصل هذا الخير لأنذركم به ومن بلغ يبلغ هذا الشيء لكل الدنيا بحسن الكلام برضو يا دكتور وبهذا يرتق الداعي إلى أعلى الدرجات إن كان عندنا الوقت لا معنا معنا الوقت عايز أعرف برضو إيه قيمة الداعي عند ربنا سمع الله هتاخد مننا أكثر من خمس دقائق تاخد يا دكتور لأنه برضو أنا حابب أو أن كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا يعرفوا قدر الداعي عند ربنا الله وقدر إن أنا أمشي وسط الناس وأنا بدعوا يعرفوا ربكم وقربوا من ربكم قدروا إيه عند ربنا الداعي يا دكتور اللهم علمنا وفهمنا قلوا عمين عمين في سورة الصفات الله سبحانه وتعالى يعلمنا شيئا عجيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفة والصفات صفة الله سبحانه وتعالى يقسم بأجمل خلقه بأقوى خلقه الملائكة عمين لماذا الملائكة أقوى الخلق مستغمون بالله يستغمون بالله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الله الليلة والنهار لا يفترون أقوى الخلق والصفات صفة الله كل الناس تعرف كم قوة الملائكة كم جمال حسن الملائكة طيب هل هناك أقوى من الملائكة هل هناك أقوى من الملائكة نعم نعم فالزاجرات زاجرات الله أكبر يعني إيه يعني الملائكة المخصوصة ملائكة عادية وملائكة مخصوصة الملائكة المخصوصة فبس خلاص يعني حتى نعرف الفرق مثل بابلي الإنسان العادي والإنسان صحيح المخصوص الخارج فالإنسان العادي يستطيع أن يحمل مثلا مئة كيلو مئتين كيلو ويفعل كذا ويبني العمرات ويبني المدن نعم لكن الإنسان المخصوص قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك ترفك الله قبل أن يرتد إليك ترفك فلما رأاه مستقرا عنده يا الله أكبر بس كده في التفة كان اتنقل ووسل واستقر هنا هنا بقى هنا الفرق بقى في إنسان يقدر يعمل ولكن الآية بتوضح قيمة وقدرة الإنسان الخارقة في زمن سيدنا وكذلك الجن مليون جن يستطيع مثلا يحرق باب مثلا لكن قال عفوتي من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني كان برضو جن مخصوص فالفرق ما بين الملائكة والملائكة المخصوص شيء لا يتخيله إنسان الله أكبر طيب هل في أقوى من الملائكة المخصوصة كمان في أقوى من الملائكة المخصوصة فالتالي يا تذكر يا الله يعني لما تاخد المصحف وتعد تقرأ شوية قرآن أنت أقوى من أقوى نعم لماذا لأن الله معك الله أكبر وأنا معه إذا ذكرني الله أكبر إذن سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عندما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى نعم ربنا قال لهم إيه لا تخاف إنني معكم إني طب هنعمل إيه لا تنيا في ذكري آه ما تضطروش كمله لا تنيا في ذكري أنا معه إذا ذكرني يا ربي يعني الذاكرين الله أقوى من الملائكة المقصوصة الذاكرين الله من أقوى الخلق آه والتاليئة ذكرى خلاص فالتاليئة ذكرى كده بقى إحنا وصلنا الأقوى الناس فتحت برنامج تلفزيوني عن عن حديث عن كلام الله وكلام الرسول أنت في ذكر الله اللي هم بيشاهدوا آه فتحت إذا قرآن أنت في ذكر الله الله أكبر سألت علي من العلماء عن سؤال أنت في ذكر الله الله أكبر ده دول أقوى الناس أنت في رحمة الله أنت مع الله آه طيب هل في أقوى من الزاكرين في أقوى دكتور في أقوى من الزاكرين ده سؤال أنا بس أحرك هل هناك أقوى من والتاليئات ذكره من الزاكرين من انطوى قلبه على التوحيد الله إن إلهكم لواحد الله رب السماوات والأرض ورب المشارق يعني ربنا أخبرنا عن الملائكة في آية وعن الملائكة المخصوصة في آية وعن الذاكرين في آية وعن الموحدين في آيتين الله أكبر خصون في آيتين يقول الله عز وجل لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني آمن من عذابي بس الله يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد بي أعلم ذلك من قلبه فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له مخرجها الله القلب منطوي علي ما فيش غيرك يا رب يعني ما ليش غيرك يا رب تكيد السماوات والأرض يؤمر ابنع فجعلت له مخرجها بس يعني لو اجتمعت الدنيا قلبي من قول يقول ما فيش غيرك يا رب الله ما ليش غيرك يا رب ده أقوى أقوى الخلق ده سيدنا عبد طب هل في أقوى من الموحدين أيوة الله أيوة المتفكرين المتفكرين إنا زينا السماء الدنيا بزينة كواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملع الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة أتبعه شهر بن سؤال سبحان الله خمس آيات عن المتفكرين الله الله أكبر طيب هل في أقوى من المتفكرين يعني آيتين للموحدين وخمس آيات في المتفكرين في قلقين طيب هل في أقوى من المتفكرين نعم هو الداعي إلى الله الله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين اللازم بل عجبت ويسقى بقيت الآيات عن الداعي إلى الله ينهر بها عن الداعي إلى الله نعم يكبر الله يكبر الله وربك فكبر يكبر الله عز وجل في قلوب الخلق لأن ما يوجد في كل الكون إلا ليسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن وإن من شين إلا يسبح بحمده لكن لا تفقوا لتسبحهم إنه كان حليما غفورا الداعي إلى الله نعم أقوى الناس الذي يكبر الله بيكبر الله أقوى من الملائكة وأقوى من الملائكة المقصوصة ألا تحبون أن يغفر الله لكم سيد الحمد نحب والله لذلك ربنا يقول تجارة تنجيكم من عذاب أليم توجيه الناس إلى الله ينجي الأمة من عذاب أليم نعم يعني في دعوة الاجتهاد في دعوة الناس إلى خير مش لني فتح لهذه الأمة سبل الخيرات بس لأوكمان ينجينا من مهلك الدنيا والأخرى يا رب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا مش لربنا فتح لنا سبل الخيرات بس وكمان ربنا ينجينا من مهلك الدنيا والأخرى تجارة تنجيكم من عذاب أليم أنا مش عايز نخرج من النقطة دي من حلاوة إن الإنسان يتمنى كده كل اللي بيسمعوني إنه من بكرة يبقى داعي إلى الله نعم بأخلاقي بسلوكي وإثبات الشيء لا ينفي غيره نعم داعي إلى الله وأنا ذاكر لله نعم داعي إلى الله وقلبي منطوع على توحيد الله داعي إلى الله وأنا بستغنى بالله داعي إلى الله نحن نكبر ربنا سبحانه وتعالى نعم دي يعني من أكبر النعم وده يخلينا تاني نقول إنه ومن أحسن قولا ممن داع إلى الله إنه برضو ربنا سبحانه وتعالى من حبه فيه خلاه يقول دايما الكلام الحسن أنا مش عايز أخرج من نقطة إزاي الواحد يبقى داعي إلى الله ومواصفاته الداعي لحرارة قلتها ولكن الحقيقة عندي قصة العالم الجليل جاكو ستو اللي لما ربنا كرمه وعرضت عليه هذه الآيات في برزخ البحر والبحر المالع ووجدها يعني مناسبة لما اكتشفه لم يبخل ولم يتأخر عن أنه يعني يسلم إلى الله الشيء الجميل في قصة بروسور جاكو ستو أنه ظهر على العالم وهو داعي إلى الله نعم تخيل كاموا ستين سنة في علوم البحار لغاية ما وصلوا أنه في برازخ بين البحار الملحة كانت مفجأة لعلماء البحار لكن المفجأة الأكتر بروسور جاكو ستو أنه وجد هذا الكلام في القرآن الكريم فتخيل وهو رئيس المؤتمر آلاف من علماء البيئة ويتقدم البروسور جاكو ستو هو رئيس المؤتمر ويفتتح المؤتمر وكانت مفجأة عجيبة جدا 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 يسعد على المنصة ويمسك الميكرافون وهو واقف ويقول بسم الله يانا ربي أشهده أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله يارب طبعا عارف لغة العربية بقى يه طب ولي مش عارف فيه إيه بقى بقى لكن يفتح الشاشة ويشرح المعجزة الجميلة دي أنا لقيت الكلام ده في القرآن اللي احنا وصلنا له لبرازخ البحار المالحة وجدت هذا الكلام في القرآن الكريم وشرح الآيات القرآنية في سورة الرحمن بعد عوضة بنفسه جميلة بسم الله الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما الحديث عن البحرين برزخوا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما من الاتنين اللؤلؤ والمرجان والمرجان لا يخرج إلا من البحار المالحة يعني هنا تأكيد عن أنهم بحار فعلمنا بأن الحديث في سورة الرحمن عن البحار المالحة عن ما أين مالحين نعم عن أن البحرين هذين مالحين نعم نعم غير الآية في سورة الفرقان اللي بتتكلم عن البحار العذبة والبحار المالحة هنا كان تأكيد عن أنه بتتكلم على البحار المالحة نعم وشرح طبعا أيضا معجزة البحر العميخ ثم اختتم الكلمة لما اختتم هذه الكلمة قال من أجل ذلك وقف مرة أخرى من أجل ذلك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صليحة وفي هذه المرة تحية عجيبة جدا 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 من السادة العلماء تصل إلى حوالي ثمان دقائق وهم بيحيوا في هذه التحية الكاملة أسلم لما وجد التوافق ووجد يعني زي ما حالك قلت في الحلقات السابقة أن هناك اتفاق بين مش ممكن أبدا أن العقل يعارض أبدا الدين طبعا لما بيحصل هذا التوافق يعني نعم كنا سألنا أبريك أحرك سؤال لماذا يقبل العلماء على الدين نعم التوافق التوافق نعم لذلك لا يمكن لا يمكن أن يتعارض العلم الصحيح نعم مع ما صح نقله إلينا في الوحي عن ربنا سبحانه وتعالى الله لا يمكن لا يمكن أن يصح وصول وحي إلينا إلا أن يتفق مع العلم الصحيح لو حدث أي اختلاف يبقى العلم يحتاج أن يتصحح أو ما وصل إليك تحتاج أن تراجع الإسلام مراجعة منك الإسلام ما تشككش في موضوع الدين إنه ما ممكن تشكك في ما وصل إليه العلم محتاج تدقيق وطبعا هناك أشياء كثيرة جدا جدا الحمد لله يعني راجعها العلم ووصل فيها إلى ما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى كنا كلمنا عن الجلد نعم وهذا العلم الجليل اللي اكتشف أنه الجلد مسؤول عن الإحراق في حلقة مع حضرتك نعم نعم نفس القصة برضو تجازل تجازل وبرضو توافق إنه هو وجد الآيات الكريمة بتؤكد على أنه أبحاثه السنوات الماضية كلها موجودة ومختصرة في بعض الآيات في المصر نعم وطبعا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن المجيد بعد أعوذ بالمشارجين بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون هذا القرآن العظيم الذي نقرأ آياته قد تكثل الله تبارك وتعالى أن نرى تحقق آياته بأعينه سنريكم هنا لنحن نعم لنحن الموحدين لأنك أنت الذي سوف تبين للناس إنما سنريهم لكن لما ربنا تبارك وتعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم من الذي يبين لهم حضرتك الله المسلم هو الذي يبين لهم من حقه على المسلم أن يبين لهم نرجعنا هنا لأصل الموضوع الثاني أن لهم علينا حق طبعا أن نوضح لهم ونقرب لهم ونبين لهم الدين نعم وأكون في هذا الوقت من الدعاء إلى الله نعم من الداعين إلى الله نعم برضو محتاج تحرك بعض التوضيح في يعني مهارات الدعوة الله كيف أدعو إلى الله نعم أمر مهم جدا جدا كيف ليس مشروطا في الشريعة كيف ندعو كما قل الشيخ بن عثمين رحمه الله قال رحمه الله ليس مشروطا في الشريعة كيف ندعو ولكن المشروط في الشريعة إلى ما ندعو وفي هذا الموضوع موضوع مهم جدا جدا لطلاب العلم أرجو من السادة طلاب العلم يعني ألتمس من حضراتكم الاهتمام بالنقطة هذه في الدقائق المعدودات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة يعني إيه إن كل محدثة بدعة يعني كل محدثة من محدثة من محدثات الأمور ما معنى كلمة كل محدثة بدعة يعني كل محدثة من محدثات الأمور نعم فالكلمة إذا أضيفت خصصت نعم لما أقول لحضرتك إياك وقلم فلان خلاص تعديد من نوع طيب محدثات الوسائل محدثات المأكلات المشروطات الملبوسة مليون نوع من المحدثات لا إنكر علي لا تاني يا دكتور برضو إيه أنواع المحدثات عشان أخذوا إياكم محدثات الأمور السادة العلماء علمونا إن للوسائل حكم المقاصد ما الفرق ما بين معنى محدثات الأمور وما بين معنى محدثات الوسائل بالمثال يتضح المقال أمر تعليم القرآن الكريم أمر تحبيب الناس في ربنا سبحانه وتعالى أمر تعليم الناس أمر دينهم أمر تحبيب الناس في فعل الخيرات كل هذه الأمور من الأمور التي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه أن نقوم بأمر من هذه الأمور بوسيلة المسجد بوسيلة المنزل بوسيلة المذياع بوسيلة الحاسوب بوسيلة الجمعيات بوسيلة الجامعات بوسيلة الجماعات بوسيلة الكليات بوسيلة المؤسسات فللوسائل حكم المقاصد ما لم يكن في ذلك مخالفة شرعية الله فطالب العلم عندما يستطيع أن يفرق ما بين معنى محدثات الأمور وما بين معنى محدثات الوسائل تتحل عنده إشكالات كثيرة بالجملة ليس مشروطا في الشريعة كيف ندعو ولكن المشروط في الشريعة إلى ما ندعو يعني فيه إنسان قام بأمر تبغيد الناس في الدين هذه من البدع المنكرة هذا ليس من الأمور التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحاب الرضي العالم واحد قام ربنا يعافينا بتبغيد الناس في صحاب الرسالة والسلام هذا ليس من الأمور التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من محدثات الأمور نعم لكن أمر تحبيب الناس في دين الله كل هذه أمر مثل كفارة الأيتامة زي مثل يجي مثل أحد طلاب العلم يقول مثل الدكتور صارف أنت عملت جمعية كفالة الأيتام جزاك الله خير ولكن هذه من البدع المنكرى لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا الرسول عليه وسلم عندما قال تصدقوا فما هو الأمر الأمر بالصدقة فمنا فمنا كذا ومنا كذا يعني كل واحد من الأصحاب الرسول عليه وسلم قام بما يعني بحسب إمكاناته فمنا كذا ومنا كذا إلا أن أحد الصحابة خم شيء عجيب لم يأخذ ما عنده ويذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن جمع 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 حتى يعني صار حمل كبير لا يستطيع أحد أن يحمله بمفرده وأخذ يجر فيه كل من أراد أن يحمل معه يرفض ويجر به ولم يذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن مر به على الناس حتى يستحث تهمهمهم لسرعة تنفيذ أمر تصدقوا فتمسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها لا يخص ذلك من أدينه شيء معناها مش إنه عمل أمر جديد لا نفس الأمر ولكن بطريقة مختلفة يعني إيه تسهل على الناس وتشجع على الناس اللي هي محدثات الوسائل واحد عمل كلية أصول الدين عمل جمعية كافة كل هذه من محدثات الوسائل وطالب العلم عندما يستطيع أن يفرق ما بين معنى محدثات الأمور وما بين معنى محدثات الوسائل تتحلى عنده إشكالات كتيرة هنقول باختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة طالب العلم عندما يسأل ما معنى كلمة كل محدثة بدعة على طول يفتكر أول حديث يقول إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ما معنى كلمة كل محدثة بدعة يعني كل محدثة من محدثات الأمور اللي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابي نعم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا الأمر من أمور الدين أن تقوم بوسيلة المسجد بوسيلة المنزل ما لم يكن فيها مخالفة شبا أني أختار وسيلة من الوسائل القريبة مني أو السهلة مني أني أحب بالناس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ده طيب وقد يستطيع الدكتور طارق بوسيلة أنه يتصل مثل بقريبه ويكلم كلام الإيمان هذا أمر جيد أو يذهب إليه لزيارته وقد لا يستطيع إنسان بوسيلة أخرى فهيستعملها بوسيلة التلفاز أو بوسيلة كذا كل الوسائل حكم المقاصد ما لم يكن فيها مخالفة شبا طيب إحنا دعني بندور في فلك ومن أحسن قولا مننا ندعى إلى الله برضو هنا وإحنا دخلنا في إشكالية أنه في بعض الأحيان الدعوة إلى الله تاخد منحنى وهذه ضلالة والكلام اللي إحنا بنتكلم فيها حضرتك حطيت قاعدة جميلة قوي قوي ورائعة جدا أنه لازم نفرق بين محدثات الأمور من من يعني محدثة اللي هي البدعة جاية من محدثات الأمور ولكن ليست فيه الوسائل كل واحد فينا يكتهد بالوسائل لذلك الساد العلماء ليس مشروطا في الشريعة كيف ندعو ولكن المشروطة في الشريعة إلى ما ندعو من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعو لا ينقصوا ذلك من أجرهم شيئا لا ينقصوا ذلك من أجرهم شيئا والدعي إلى الله يا ناس نعم ربنا كتيرا يا ناس عايزين يسمع كلام ربنا هذا دعا إلى الله طيب إحنا دكتور وإحنا بنمر بهذه الظروف اللي بتمر بيها الأمة دلوقتي هل لدينا يعني أنا تاني برجع على حضرتك في موضوع إزاي نوجه شكر للعصر الحديث اللي احنا فيه بمكتشفاته اللي كل حلقة من حلقتنا نأكد على أنه لو لهذه المكتشفات اللي اكتشفوها ممكن ما يقوش على دينا الله ولهم علينا حق لأنهم سهموا في أني أنا أأكد على آية وحديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 وكذا سنة النهاردة اللي بيكتشف البرازخ البحر بيكتشف أن البحر أنواع بحار أكتر من 20-30 بحر في المحيط كل واحد فيهم لون وشكل وطعم وكسافة ومخلوقات وأنواع الكائنات البحر وكائنات مختلفة لولا العلماء اللي هيأوا هذه البرامج وهذه الآلات وهذه القدرات لولا أن هذا العلم استخدمها في أبحاثه واكتشف فاحنا بنوجه رسالة للعصر الحديث نقول له يا دكتور اللهم لك الحمد والفضل أعوذ بالله من الشهة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويخلق ما لا تعلمون قوله تعالى يخلق فعل مضارع يفيد الاستمرار استمرار في كل لحظة وفي كل عصر وفي كل يوم وفي كل مكان بصفة مستمرة آيات من الله عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعني علماؤهم هم الذين يرون هذه الحقائق وهم الذين يقرون بهذا بروفصر موريس بوكاي في موسوعته العلمية الرائعة كنز من كنوز البشرية موجود في كوكب الأرض الآن القرآن الكريم والتورا والإنجيل والعلم الحديث يقول كلام فوق رائع في مقدمة الكتاب يقول أنه لم يكن يعلم أحدا أشد عداوة الإسلام منه منه قال بسبب تربيته التي كانت تدعوه إلى بغض الإسلام بدون السبب فأبى الله إلا هداية يا الله الاعتراب بفضل الله أن ما تشغل بالك جميع أنواع الجهالة وجميع أنواع العدوات بإذن الله كلها تزول بفضل الله عز وجل الله أعطانا نعم تستطيع أن تتحدث مع كل البشرية الآن تتحدث مع كل تستطيع الآن بكل سهولة تصل برأيك الجميل الرزين السهل الواضح المبين لكل الناس عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم احنا اللي عادين يا دكتور الذين عاديتم احنا اللي عادين طب لو حتى احنا اللي عادين هنا في نقطة جميلة دكتور اللي هي رد الفعل يعني ما هو المؤمن لا يعادي الناس ولكن يعادي عداوتهم نعم اللي هي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة اللي هما نسأل الله العفوة في الدنيا والأخرة اللي هي يعني بيتزعم إدبار الناس عن ربهم سبحي يتزعم لما تصدون عن سبيل الله فئة قليلة من الناس لما تصدون عن سبيل الله لكن ربنا بيقول حتى دول اللي هما بيصدوا عن سبيل الله دول نفسهم سوف يهتدون إلى الله عز وجل برضو يحتاجوا برضو إن احنا نوصل لهم بالدعوة لأنه حق إذن هنا ربنا بيقول لنا في القرآن بعد عوض بنا بسم الله الرحيم وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَآنُوا قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا لازم تديله حقه حتى لو يعديك برضو تديله حقه ومش بيعديك برضو تديله حقه لهو فهو لكم ما سألتكم من أجل فهو لكم من حق كل إنسان أن تصل إليه الدعوة حتى لو كان بيعديك حتى لو كان بيعديك من حقه أن تصل إليه الدعوة طيب إحنا وإحنا النهاردة مع حضرتك هنا وبنعمل مشروع صغير قوي مشروع الداعي الصغير دعوة إلى كل واحد يقرأ كتاب الدين الحق عشان يكون داعي صغير إلى الله بكم المعجزات الرائعة اللي موجودة في هذا الكتاب طيب حضرتك بقى وإحنا رسالة إلى كل شباب الأمة اللي بيسمعوا حضرتك دلوقتي عشان يعني يبقى داعي إلى الله وعنده حصن الكلام إزاي تبنى الموضوع من خلال نشر قضايا الإعجاز العلم وكتاب الدين الحق ما استقلش ولا كلمة لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا بلغوا عني ولو آية الله آية فقط عندما إن أراد الله لك أن تبلغ لكل الدنيا أخبر كل الدنيا نعمة ربنا علينا والخيلة والبغالة والحميلة تركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون حتى نقول الحمد لله بلغ الناس هذه النعمة حتى ينطق الناس ويقولون الحمد لله الحمد لله نعم ناخد سؤال الحلقة يا دكتور كمان ناخد سؤال الحلقة النهار ده طيب أنا شايف إن سؤال حلقتنا النهار ده بإذن الله كيف تستقيم دنيانا كيف تستقيم كيف تستقيم دنيانا مش هنغشش حد ونقول لهم جزء من الإجابة خلينا المرة الجاي بقى ولكن هذه الإجابة كل الأسادة الأفضل اللي حيجاوبوا الإجابة النهار ده إن شاء الله يكون لهم حق في أنهم إن شاء الله يحصلوا على نسخة من بي دي اف على الواتساب على الأرقام الموجودة على الشاشة مرسلة من حضرتك لهم عشان يراجعوا معنا هذه المعجزات والقيمة الكبيرة الموجود في كتاب دين الحق دكتور مجلي الحقيقة إحنا وقتنا اقترب على النهاية وقبل ما أختم الكلام أنا عايز حضرتك يعني بالدعاء الجميل ندعي لكل أحبابنا والحقيقة في أخ أبو ياسين من جيراني الأفاضل قال لي أدعيله على الهوى من سكاننا من سكان حدائل أهرام في الجيزة وقال لي خلي الدكتور يدعيلي وأنا ببلغ على الهوى عشان ما يزعلش منه نعم دعاءنا لنا جميعا بإذن الله وكل السامعين في مصر وفي الوطن العربي وفي أوروبا وفي أمريكا وكل اللي بيسمعونا عايزين دعاء حضرتك الجميل بإنه ربنا يكرمنا ويرفع عننا الهم والغم آمين يا رب ويخب بإدنا في الدعوة نقول يا ربي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لا نحصي ثناء عليك أنتك ما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربي هدنا وهدي بنا وهدي الناس أجمعين اللهم يا ربي انشر هدايتك ورحمتك على العالمين اللهم يا ربي نزل رحمتك وبركاتك وارزاقك على بلاده وعلى سيدنا بلاد المسلمين اجعلنا يا ربي من الذين آمنوا عمروا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم يا ربي اجعل لنا نورا نمشي به في الناس اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس اللهم يا رب ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم ادخلنا الجنة اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم يا رب حببنا في بعضنا وترد الشر من بيننا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين باشكر حضرتك على لقاء الطيب وببلغك على الهوى سلام كل أهلنا من رحلتنا الأخيرة في الصعيد أهلنا في قينة وفي سهاج وفي المينيا اللي مش تقيل لحضرتك جدا إن شاء الله تعمل لهم زيارة وتاخد بأيديهم وبقول لحضرتك الحمد لله على السلامة وإن شاء الله وعد اللقاء والسبت القادم إن شاء الله موضوع جديد ننور فيه الأفكار وننور فيه السلوك وننور فيه المعاملات ونسمع القصة الجاملة من حضرتك كنت ضيف غالي علينا يا دكتور مجدي وبشكر حضرتك تاني أعزائي المشاهدين عنكم أيها السادة كل الشكر لطيب المتابعة وعد باللقاء السبت القادم إن شاء الله إن كنا أحياء حتى نراكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته